إبراهيم مباراة تانية هي مباراة غانا غانا النهاردة عملت مباراة كبيرة قدام كوريا الجنوية آه صحيح تقدمت بهدفين وكده كادت كوريا تعود في المباراة وفعلا تعادلت بهدفين وقدر المتقلق جدا محمد كدوس انه يسجل هدف التالي وهدف الفوز للمنتخب الغاني شفت المباراة دي ازاي خلينا الاول حاجة نقول ان احنا قدام اصغر معدل اعمار في البطولة كله هو منتخب غانا منتخب غانا معدل اعماره 23 سنة ونص فاحنا قدام جيل واعد هما بيبنوه للمستقبل فيه لعيبة هيبانوا انه هما لعيبة كبيرة فتحس ان المنتخب كبير لكن اجمالا انت كام على اندريا ايو اندريا ايو اخوين يامس لكن في العموم احنا قدام اصغر تشكيله في كاس العالم هو منتخب بيحضرول للمستقبل ففكرة ان يبقى عندك الشخصية دي نقطة الشخصية النهاردة غانا قدرت تجيب جنين تتقدم في النتيجة وخلال عشر دايق بس استقبلوا جنين لو منتخب شباب ما عندوش النطج ده كان ممكن ينهار ونشوف كوريا بتسجل التالت والرابعة وتختف المطش لا شوفنا غانا واقفة على رجلها كويس جدا عندهم طبعا عيوب فنية اللي بيعاني منها شوية المنتخبات الافريكية في المطشات الازاي دي في التمركزات الدفاعية وتحديدا في الكرات العرضية يعني منتخبات الافريكية دايما بتعاني في الكرات العرضية النهاردة كوريا جابت الجنين من كرات عرضية لكن أنا عجبني النهاردة شخصية غانة في التعامل مع المطش إنهم ما منهروش تعاملوا مع المطش بهدوء جدا قدروا يرجعوا في النتيجة وطبعا الخناقة اللي هتحصل للمركاته الجاي من الخناقة اللي هتحصل هو محمد كدوس طبعا موهبة عظيمة جدا جدا هل يروح فين محمد كدوس؟ أنا أي حد نفسي جيوفينتوس يعني قد اكتلع هيمة ويا كريم قبل بعد المطش أن تنهاج لك إنا في العيب تاني فأيك سوما خطوش ناخده بس هو أنا وسنت المرحلة أنه اللعب اللي بيجي في مانشنسا النادي بيخلص بيروح في دهية يعني ممكن ديك الفين مثال يعني بوكبا على كاسيميرو على كريستيانو على أي لعب بيخش في مانشنسا النادي بيروح حتى سانشوربك على طول أي لعب بييجي حتى مجواير في جايينك كويس ومجواير باز يعني أي لعب بيخش مانشنسا النادي بتنتهي مسهرته يعني فهو محمد كدوس كمان النقطة مش في كاس العالم بس هو مظهرش في كاس العالم محمد كدوس لو الناس تفتكر هو اللي جاب الجون في ليفربول في ماتش الشامبيونزليج وكلوب طلع بعدها قال تصريح شهير ساعتها قال طبعا التزديدة بتاعت محمد كدوس ممتازة لكن الميزة الأكبر هو تحركاته وتمركزاته قبل التزديد وده النهاردة اللي محمد كدوس عمله ومعنا صور من الجون إزاي هو بيقدر يتحرك في الهافز هل تقول نفسه أورا جماعة بقى إبراهيم يتكلم معنا فأنصاف المساحة إزاي هو بيقدر يتحرك وبيتمركز عشان يستقبل الكرة العرضية في الجون الأول ما بين الباك والمساكي الجنبه في الجون الثاني إزاي برضو ساحب نفسه وراء الباك ومفضي نفسه عشان يقدر يحط الكرة ويستقبل العرضية ده ماتش الكاميرو ده ماتش الكاميرو فيه كرة محمد كدوس في ماتش غانا فهو كلوب لمع ده في ماتش ليفربول قالك هو لعيب زاكي جدا 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 في تمركزاته هو لعيب زاكي في تمركزاته بيعرف يدخل في الهافز بيس يتمركز كويس هتقولنا جماعة سؤال ماتش غانا بقى ده ماتش الكاميرو وهنرجع تاني لماتش الكاميرو دي حالاتك برايب سهل هسألك عليها إحنا نبص على محمد كدوس هو اللعيب اللي بيقطع ما بين الباك هناك والمساك آخر واحد لما نيجي الصورة اللي بعديها لما نكمل الصورة اللي بعديها هو بص دخل فين خلص في المسافة اللي ما بينهم عشان يستقبل الكرة العرضية اللي هتتلاعب من منتخب غانا ويجيب الجون هو ده كرة الجون الأول لما نيجي الكرة الجون الثاني اللي بعديها على طول محمد كدوس آخر واحد في الصورة خالص ساحب نفسه وراء الباك ما دخلش المراضي في الهافز بيس لأنه خلص الباك دخل عشان يعمل تقتلع عكسية هو استنى وراء في المساحة اتلاعبت له الكرة اتلاعبت الكرة العرضية على الأرض وصلت له خلص هو موجود دايما متمركز جوه لما نجي نشوف كمان الهيت ماب بتاعته في الماتش ده هنشوف دايما أنه دايما بص يا كريم بيتحرك دايما للعمق دايما بيدخل من الطرف للعمق عشان يتمركز دايما في منطقة الجزاء أو في الزنا 14 عشان يستلم الكرة دايما فهي دي حتة دايما الخطورة ودي النقطة برضو اللي جاب منها الجون في ماتش ليفربول في الشامبنزليج على خطة 18 استلم الكرة وسدتها في الجون فهو الععيب خطير جدا زاكي جدا جدا على عمره وانه هو 22 سنة انه هو يتحرك التحركات دي كلها درجة انه هو يلفت نظر كلوب فماتش قصاد ليفربول على تحركاته تحديدا فمحمد كدوس ستوقع الخناعة الجاية في الميليكات ومع بيلينج هام هيبقى محمد كدوس قبل ما نروح الفاصل عايز الحالات اللي إبراهيم جايبها لمباراة الكاملون ناخد رأيك برضه عن مباراة الكاملون قبل ما نرجع لآسر مباراة الكاملون لشيربيا النهاردة انت كان ايه أبرز حاجة منه أنا أبرز حاجة اللي احنا اللي احنا تكلمنا فيه مع اللي احنا تكلمنا فيه مع اللي احنا كان بيقوله هي جايبينه بالحالات اللي يخلي منتخب كسبان فرق جونين و3 واحد طالع بالمنظر ده كله وخط دفاع واقف على السنتر بالشكل ده وفيه يعني لو عدينا كامل عيب بقوة اوبوزيشن هنلاقي حوالي 6 لعيب بقوة اوبوزيشن خلاص خط الدفاع كله واقف على خط واحد اتلعبت الكورة بقى فيسنتر أبو بكر خلاص انفراط هنا برضو نفس لو انت كسبان تلاتة واحد تلاتة واحد مش مرحبك تعمل تربت ببص واحد ببص واحد اه يعني اللي خليني خش الدفاع متقدم جدا وانا كسبان تلاتة واحد وهنا برضو هنيجي النقطة بقى فردية شوية اللعيب اللي مغطي لأفسيات في الجنين هو نيكولا ملينكوفيتش لعيب بيلعب في الدور الإيطالي في نادي فيورينتينا دوري من الدوريات الخمسة الكبرى المفروض يبقى لعيب عندك من النطج الننت اللي تحرك خط الدفاع دوري الدفاع اصلا دوري إيطالي فالننت الأفسياتين هو اللي بيغطيهم يعني الكورة دي برضو في الجنين الاول لما نيجي للجنين التاني بعدها على طول هنشوف فيسنت أبو بكر جاي يتحرك ازاي بص جاي منين يعني موتنج الناحية دي وفيسنت أبو بكر اللي جنبه الاتنين اللي في القلب لما نيجي الكورة اللي بعدها على طول هتلاقي فيسنت أبو بكر اتحرك في النص خلاص بأنفروض دول لعيبة سربيا ازاي طلعت المسافة دي كلها وبرضو الأفساد متغطي وحصل التويست ما بين موتنج وفيسنت أبو بكر فضرب خط الدفاع تهور ملوش اي مبرر من سربيا انت كذبان ثلاثة واحد منتخب سربيا كإمكانيات أقوى من منتخب الكاميرون شفنا لما رد فعله ازاي على الجوم بتاع الكاميرون وزي ما كنا بنتكلم ان هو سربيا كان المرشح ان هو الحصان الأسود للبطولة والنهاردة عملوا رد فعلي يزبط ده وخلقوا فرص كتير جدا جدا النهاردة لكن أنا شفت متهور ملوش اي دعم من ناحية الفنية